أكو ثلاث أسباب نتخلي الحكومة عاجزة السبب الأول أن فاقد الشيء لا يعطيه وهذه مصيبة أنت عندك عدد من الوزراء إمكاناتهم محدودة قدراتهم محدودة جرب خلال هذه الفترة وتبين أن أكثر من شيء ما يقدر يعطي لأن ترى الشخصية الإدارية هي كرزمة معينة تكون في الإنسان وقدرة تكون في الإنسان هذه القدرة أتت على سنوات من الخبرة والعمل الجاد والعمل في القيادة وما شابه أنا قلت أكرر بعض الوزراء أقسم لك بالله لو أنا رئيس وزراء ما أخلي رئيس قسم ما أخلي محترامي وتقديري لهم كلهم زملائهم ولكن أقول لك القدرات الإدارية عن بعض الوزراء لا ترتقي به أن يكون رئيس قسم فشون أنت مخلي وزير تدري يعني شنو وزير يعني رئيس الهرم وهذا ما عنده قدرة ولا عنده إمكانية بس وأنا قلت أكرر أنا أعرف أن بعض الوزراء نسميهم إحنا وزراء آخر لحظة لأن لما نتم اختيار الأشخاص الكفاءات في آخر لحظة رفضوا الدخول اضطر سمو رئيس منسل الوزراء أن يأتي ببعض الوزراء سريعا وتورط فيهم مثل ما هو القائم الآن فإذن القدرة هذه واحدة الثنين يعني أنا وهذا المعدودين للوزراء بعض الوزراء وهو يعتقد أنه لما يصير وزير يستطيع أن يغير العالم بنفسه فتشوف عنده مركزية غير طبيعية صح إحنا ندرس الناس الطلبة عندنا في كلة العلوم ندرسهم أن كلما كان العمل مركزي كلما لم ينفذ العمل وكلما استطعت أن توزع العمل على نطاق أكبر اهنيت وتنفذ العمل بأسرع وقت ممكن بس أكرر لك المشكلة في نفسية هذا الشخص أنه يعتقد أنه يفهم كل شيء وهو يفهم شيء بسيط وأيضا يتوقع أنه إذا صارت هناك مركزية في كل شيء عنده يعني حتى الفراش لازم هو يعينه حتى المواطف لازم هو يرقي حتى النقل لازم وهو يدير باله عليه وهكذا هذا النوع الثاني من الوزراء اللي موجودين النوع الثالث اللي أنا ومع كل احترام وتقدير لهم وهم كلهم النوع الثالث اللي يعتقد أنه هذه فرصة خلأ أسوي اللي أقدر عليه أنزين أرتب أموري أهيي أحوالي أكذا لأن اخترى كلها شمشار وأتوكع الله وأمشي لكن يبقى وأقولها أيضا بكل يعني يقين يبقى في هذه الحكومة هناك بعض الوزراء لا تملك إلا أن تحطل تعظيم سلام على أداء المتميز على أطاء المتميز على قدرته على إمكاناته على أسلوبه الراقي والرائع في التعامل مع الناس عدم العشوائية في اتخاذ القرارات تشوفه عندما يكون يعمل يعمل بجد وإخلاص وهو يعرف ما يقدم عليه عندنا في هذه الحكومة لكن قلت لك نعاني من مجموعة من الوزراء مكانهم الطبيعي مو داخل الحكومة مكانهم الطبيعي في مكان آخر حديث فعلت شكرا